السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بك وحباتي في فيديو جديد من قناة فانوحيس ونهد ان شاء الله معنا مفرش او سجادة مشاية صغيرة للارض. هي مش صغيرة هي بسم الله مساحتها كبيرة. انا عمل لها بخيط اكريليكت هادر تعمل لها بخيط قطن بخيط صياد بخيط كليم بخيط سلسلة باي خيط بكرامية بنفس الخطوات وطبعا كل من خيط مقاسه يكبر هتلاقي مقاس المشاية او المفرش كبر معاكي سهل وبسيط تقدر تعمليه بخيط قطن رفاية خالص لي طاولة او تعمليه بخيط مكرامية للارض كما الشاية ويه جميلة جدا. انا مستطين خيط قطسية هو خيط اكريليك بس ناشف مش مش طاري. بالنسبة للطون ستة وتمانين سنتي. بالنسبة للعرض حوالي سبعة وخمسين سنتي. هنا في الفراغ اللي بعديها ده هعمل اولة تنسلسلة وهنا تلات قطن ده. تلات سلاسل تلات اعمد عشان اعمل زاوية. واحد اتنين تلاتة تلات اعمدة في نفس الفراغ. السطر بقى ده كله اتنين سلسلة تلات اعمدة اتنين سلسلة تلات اعمدة. اتنين سلسلة هسيب الفراغ ده تلات اعمدة. اتنين سلسلة هتأعمدة. في كل فراغ ثلاث اعمدة عند الفراغ دي. يعني بعمل ايه? مجموعة ومجموعة ومجموعة. بسيب واحدة وعمل فوحدة. هنا الزاوية عندي. هنا الزاوية بعد الزاوية واحد ادي تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشر مجموعين كل مجموعة منهم تلاثة اعمدة. تمام? هيعمل اتنين سلسلة وهنا هعمل اربع اعمد. اي لا مش هنا. هنا. اربع اعمدة. اتنين سلسلة. ازيب هنا كده وهنا هوم. هعمل اربع اعمدة. اتنين سلسلة. وهنا اربع اعمدة. اللي احنا عرفينه ده كده. وبعدين اتنين سلسلة. عندي هنا فراغ اتنين تلاتة. هعمل في مجموعة اتنين تلاتة. وهنا هنجبق بقى في المجموعة دي. هنجبق اتنين سلسلة. وهشبق في اول غرزة هنا بغرزة منزلقة. هعمل منزلقة فوق العميدة لغاية ما وصل الفراغ ده. هعمل منزلقة هنا. ومنزلقة هنا. انزلقة جوه الفراغ. هعمل سلسلة. هدخل هنا مع عقد لفة واعمل حشب. بسلسلة. واتنين عمود في نفس الفراغ. واحد اتنين تلاتة. تلاتة عميدة. اتنين سلسلة. تلات عميدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هعمل اتنين سلسلة. هسيب العمود ندوره في اخر. عمود هعمل عمود. اتنين سلسلة. هعمل عمود في اول عمود دي عمود فوق العمود اللي جنبي ها. في العمود رقم اربعة هعمل اتنين عمود. هيبقوه خمس عميدة بدل اربعة عميدة. تنين سلسلة. وهكرر اللي انا عملتم هنا هنا. هعمل عمود في عمود فوق كل عمود من التلاتة. واخر عمود هعمل في عمودين. اتنين سلسلة وهعمل هناك برضو نفس اللي عملتك هنا. عملنا تلاتة مجموعات كله مجموعة خمسة سلسلة. هعمل اتنين سلسلة. عمود فوق اول عمود عندي هنا. اتنين سلسلة. هنا هو تلاتة اعمدة. اتنين سلسلة. هنا تلاتة اعمدة. اتنين سلسلة. وهنا تلاتة اعمدة. اعمل تلاتة مجموعات تلاتة اعمدة. اتنين سلسلة. هنا تلاتة اعمدة. تلات سلاسل واحد اتنين. تلاتة. تلاتة اعمدة في نفس الفراغ. هعمل انحية دي زي ما عملت انحية تانية. هنا تلاتة اتنين سلسلة تلاتة اعمدة تلاتة اعمدة دول. خلاص. واروح اعمل اتنين سلسلة واعمل عمود هنا هو. واكمل زي ما عملت هنا هو في الكيرف ده بالزبط. تمام? يعني عندي هو كده وعندي دول لغاية ما خلص النحية تانية كلها. لفيت السطر كله. وهنا هو. عملت دول. خمس اعمدة فوق كل اربع اعمدة لهم لتلاتة دول. تمام? واي اخر سطر. عمد ستة غرزتين سلسلتين. وهدخل هنا في اول عمود هنا هو كده. وهدخل منزلكة في الغرزة اللي بعديها. ومنزلكة جوه الفراغ. تلات سلاسل. وعمود اتنين في الفراغ. تلات سلاسل. وتلاتة اعمدة في اللفس الفراغ. تلات. اتنين سلسلة. هعمل تلاتة اعمدة في الفراغ ده. وهعمل تلاتة اعمدة في كل الفراغ. لغاية الفراغ ده. لو في عمود واحد بس. هنا هعمل اتنين عمود. واحد. اتنين. عمود فوق العمود ده. اتنين سلسلة. هعمل عمود فوق كل عمود بالاعمدة دي واخر عمود هعمل فوقية تزايدة. اتنين عمود. واحد. فوق اول عمود. ستة عمودة. نين سلسلة. وهكرر هنا وهنا. اعمل تلاتة. نين سلسلة. هعمل عمود فوق العمود. اتنين عمود في الفراغ ده. واحد. اتنين. اتنين سلسلة. وهكمل في الفراغ واحد اتنين تلاتة تلاتة اعمدة في كل فراغ. اعملت تلاتة اعمدة هنا في الزاوية. اعمل تبعا اتنين سلسلة. هعمل تلات اعمدة. اتنين سلسلة. واحد اتنين. تلات اعمدة. وعمل تن سلسلة وهكرر في الجزئية دي نفس اللي انا كنت عاملين نحية تانية اهو خلصت السطر وهنا هو افلت ثم انزرك فوق العمودين دول لغاية الفراغ عمل واحد اتنين تلاتة سلسلة وعمود والتاني اتنين سلسلة في نفس المكان هعمل تلات اعمل اتنين سلسلة في الفراغ بعده تلاتة اعمدة اتنين سلسلة وفي كل فراغ تلاتة اعمدة لغاية الفراغ اللي هو شايف المجموعة الستة دي اللي عمودة العبليها هنا اشتغلت لغاية هنا هوا تمام هنا شايف الخط اللي هو ده هنكمل على الخط ده سلسلة هنسي العمودين دول عمود فوق العمود ده شايفة سلسلة هعمل عمود فوق كل عمود وفوق اخر عمود هعمل اتنين عمود ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اخر عمود فوقي اتنين عمود كده با عندي سبعة عمود اتنين اربعة ستة سبعة اتنين سلسلة وهكمل دي ودي بنفس الطريقة عملت تلات مجبوعات هنا بص الجزئية دي زي الجزئية اللي عملناها هنا تمام يعني كل سطر سطر هتكرر الحكاية دي هنعمل اتنين سلسلة واحد اتنين سلسلة وعمود فوق العمود ده سلسلة واحدة جوة فراغ هعمل تلات اعمدة اتنين سلسلة وفي كل فراغ من التلاتة دول هعمل تلات اعمدة هعمل هنا اتنين سلسلة الاول وبعدين اعمل جوة زاوية زاوية واكمل زي معملة الجنب التاني هنا تلات اعمدة اتنين سلسلة تلات اعمدة في نفس الفراغ تنين سلسلة وهكمل زي ما عملت الجنب الثاني. تلات اعمدة في كل جنب لهؤية ما وصلت هنا وبعدين سلسلة واحدة وعمود وبعدين دنين سلسلة ومجموعة كل مجموعة فول مجموعة دي. سبعة. وبعدين في الفراغات واقفل هنا واوصل للمنزلقة. ده الشكله دلوقتي اهو. تمام? وعملت هنا تلات اعمدة. اتنين سلسلة. تلات اعمدة. وهكمل. عملت كل السطر هنا هو عملت زي السطر ده اتنين عمود وبعدين سلسلة عمود فوق العمود. تمام? اتنين سلسلة. واحد اتنين سلسلة. عمود فوق كل العمود من الاعمدة دي. واتنين عمود فوق اخر عمود. طبعا هنكرر هنا وهنا نفس اللي احنا عملناه. وهنا هنعمل آآ هنا اتنين سلسلة. وعمود فوق العمود. اتنين عمود. اتنين سلسلة ثلاثة اعمدة اتنين سلسلة الاعمدة. لغاية السلسلة. وهنا زي الجنب تاني بالزبط. هنمشي بنفس النارات ونفس الطريقة دي. لغاية بقى المآس ان انت عايزة. هزا متري متري. اتقبلي زي ما انت احبت. اعد تكبر في المفش. لغاية ما بقى. هنا عملنا دور اتنين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع آآ اضواء وكل مرة تزايد في اخر آآ اعمدة. اشتغلت هنا طبعا لغاية الزاوية. هاخد سلسلة وهدخل هنا وعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وحشوف نفس الفراغ. ده في الزاوية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة حشوف الفراغ اللي بعده. خمسة سلسلة حشوف الفراغ اللي بعده. خمسة سلسلة. اتنين اربعة خمسة وحشوف الفراغ بعده. كده. عملت فستونات اهي. فكل هنا لغاية ما وصلت للجزئية دي. اعمل حاجة يبقى عندك هنا مضافات رقم اربعين. انت نوع تريد تكبري عن كده هتكبري الاربع سطور. علشان يبقى معاك مضافات رقم اربعة. هارف يتشتغل عليهم. هنعمل خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا بينهم هعمل حشو. تمام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هعج واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا هعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة وهاجي هنا في الفراغ هنا هعمل حشو. تمام? يبقى انا عملت تلاتة مجموعين. لو انا كنت عملت في السطر قبليها بتاع باربع سطور كنت هعمل المجموعتين بس. فهمت الفكرة خمسة. عادي واحد اتنين تلاتة اربعة وعمل هنا حشو. وهكمل على كده. اه خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة وعمل هنا حشو. خمسة. وفي الفراغ هنا هعمل حشو. وهكمل هنا عملت في كل مجموعة تلات مجموعين. تمام? وهرجع تاني اعمل خمس سلاسل خمسة وحشو فوق آآ الفراغ اللي بعضه وهوضع بعمل كده خمسة سلسلة حشو لغاية ما وصل للزاوية. في الزاوية هعمل خمسة سلسلة حشو في نفس الفراغ. خمس سلاسل وهشبك هنا بسي في الحلقتين دول بغرزة منزلجة. هدخل هنا واصحب سلسلة وعمل حشو واحد اتنين سلسلة. وهعمل هنا ثمان اعمدة غير اللو العمود ده. هعمل ادي كده واحد اتنين تمانية تسعة. هجي هنا هو واعمل حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وحشو في الفراغ اللي بعده. وبعد كده اخد لفة هنا هو هعمل تسعة اعمدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. واشبك في اللي بعضيها بغرزة حشو. كملت السطر على تسعة اعمدة خمس سلسلة ثلاثة عمدة وهكزا. اه ادخل هنا في حشو. هروح دخل هنا في اول سلسلة من السلاسل دي فوق. كده واصحب واخد كل واعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلاسل. وهدم تحت واحد اتنين تلاتة هدخل في رقم تلاتة واخد لفة وبعدين اخد لفة واعمل حشو. وبعدين اخد لفة. هدخل فوق العمود رقم اتنين واخد لفة واعمل عمود اعيزي خالص. وبعدين اعمل اتنين سلسلة. هدخل هنا في التجمع اللي ما نقفلت به. لهم الحلقتين دول. وبعدين اخد لفة واعمل حشو. تاني هاخد لفة في العمود اللي بعديه. واخد لفة لفة وخرج من حلقتين. لفة وخرج من دول واخد لفة واعمل حشو. واحد من انت لقيت اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بيكو. اخر عمود اللي هو رقم تسعة انا هعمله من غير بيكو. يعني هعمل عمود بس. بعدين هاخد لفة. شايفة الحشو دي? هاخد لفة وادخل هناك كده. واخد لفة واصحب خيط. امسكه بقية بعيدة. واخد لفة تاني وانزل. واسحب كده. شايفة الفرق ده? اه الاول هدخل واخد اه اصحب كده. وادخل جوه هنا واخد لفة واقفل. كده. هكرر في كل الخمس في الصناد آآ خمس سلاسل الطريقة دي. وبعد كده ارجع عامل تاني الغرزة اللي هي بيكو. هاخد لفة. دي السلاسل اللي انا اجدعو بي اول عمود. هدخل واعمل عمود. واتنين سلسلة. وبعدين ادخل هنا في القفلة بتاعتها دي. واخد لفة واعمل حشو. هعمل التمن عمدة بنفس الطريقة. عمود. اتنين سلسلة واقفلهم. بيكو. اخد لفة واعمل حشو. عملت واحدين تلتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية. تمام? اخر عمود هعمله له رقم تسع من غير بيكو. هعمل عمود. وبس دي. هدخل هنا هون. واخد لفة. وبعدين اخد لفة تاني وادخل هنا هون. واخد لفة. لفة واطلع منهم. كلهم سوا. وادخل هنا في الخمس السلسل اللي ورا دول. واخد لفة وعملها منذ كده اشبك فيها. وارجع تاني اعمل عمود وبيكو وهكزا. اخر السطر. اشبك هنا في اول سلسلة بغرزة منذلقة واقطع الخيط. لغاية ما يتختفي. بابرة فياعة ارفع او بابرة تنظيف. وكده يا حلمين خلصنا مفرش ما شاء الله كبير. تدريبا تعملين مشاية في الارض لو عم تشيب خيط كريم او خيط بركاته. بالنسبة للطول. حوالي. ستة وتمانينة اه سنتي. بالنسبة للعرض. حوالي سبعة وخمسين اه سنتي. طبعا ده بالخيط ان انا مستخدمي. انت لو استخدمت خيط مكرمية هيبقى اكبر. لو استخدمت خيط كليم هيبقى اكبر. لو استخدمت خيط رفاية هيبقى اه اصغر. وبكده يا حبيبي خلصنا المفرش تقدر تعمليه من خيط اه قطنة ويبقى خيط رفاية خلص او خيط سيار. او تعمليه بخيط مكرمية ويبقى سجادة اه او مشاية في الارض كبيرة. سهل وبسيط. شاهدوا على خيط فيديو جديد. سلامتكم في اللي بركاته. مشاية جديدة جميلة سهلة وبسيطة. تقدر كنجاب اي خيط وفي اي مقاس انت عايزان.